بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان تطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة وبقطاع غزة على وجه الخصوص في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من نصف عام بيان للخارجية الجزائري أوضح أن الوزير عطاف تلقى الخميس مكالمة هاتفية من نظره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر والتنسيق بشأن الاستحقاقات الوشيكة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها الجهود الدبلوماسية المبذولة لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة اشتركوا في القناة